أهلا بكم أعزائي الطلبة فتاة جديد لهذا اليوم ودرسنا هو اليوم عن السماعي سماع مادة سماعية وأيضا مادة سوف نتحدث فيها أو تعبر فيها برأيك عن أشياء معينة لذلك ابتح كتابك القراءة على صفحة رقم 66 سوف نقوم بمارسة محادثة مع بعض كمجموع الطلاب وبما أننا عن بعض هذا لن يتم تحقيق هذا التمرين لأنه المطلوب أن يكون محادثة مع بعض إذا إن شاء الله كنا في الصف بعد فترة سوف نقوم بتطبيق هذه المحادثة مع بعض وتطبيق السماعي في التمرين الموجودة دينا سوف أقوم بقراءة بعض الجمل أو قراءة الجمل الموجودة في هذا التمرين وإذا سوف تقوم بوضع true or false بجانب كل جملة طبعا هذا إن شاء الله تعالى if we go back to our school in jana للتعليم الوجه بإذن الله now my dear students open your workbook on page number 54 and let's do this exercise this exercise is listening and speaking that means it is a conversation between Holly and Jack my dear students I am going to read this conversation and you are going to write down the missing words we are going to choose the words from the boxes عزيز طربة درسنا هو اليوم هو عبارة عن محادثة بين Holly و Jack سوف أقوم بقراءة المحادثة وأذا تختار كلمات من المربعات لإكمال المحادثة let's start Holly hello Jack what do you want to do when you leave school مرحبا بك يا جاك ماذا تريد أن تصبح عندما تغادر المدرسة jack you mean what job do I want هل تقصد ما هو العمل الذي سوف ألتحق به Holly yes jack well I am planning to become a teacher أنا أخطط لأن أصبح معلما Holly wow jack yes a sports teacher معلم رياضة I'd like to teach adventure sports or something like that أحب أن أعلم رياضة المغامرات أو شيء اللي يشبه ذلك Holly I hope you don't mind standing outside in the wind and the rain أتمنى أنه لا يسرد يكمانع أن تقف في الخارج في الهواء وفي المطر jack no that's okay لا هذا حسنا هذا شيء عادي I'm used to being outside أنا معتاد أني أكون في الخارج how about you أني بلانت ماذا عنك فسعلي أن أتمرن jack well good luck with that أتمنى لك حظا جيدا بذلك Holly thanks a lot I'll need it أتمنى أريد هذا الحظ يعني أرافقني my dear students write down the answers on your book أتمنى 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 اشتركوا في القناة